حذر خطباء صلاة الجمعة في مختلف مساجد المملكة من أن المال السياسي محرم شرعا ويندرج في خانة الرشوة والفساد تحذيرات الخطباء هذه جاءت في خضم تخصيص خطب الجمعة اليوم للحديث عن المال السياسي استجابة لتعميم أصدرته وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تطبيقا لتعميم أصدرته وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية كان موضوع خطباء الجمعة في مختلف مساجد المملكة اليوم عن المال السياسي الأسود في الانتخابات ودوره في إفساد الذمام الخطباء أوضحوا أن المال السياسي يعد آفة فاسدة ومفسدة كما أنه أسلوب مؤذن ورخيص يهدد نزاهة الانتخابات النيابية وشفافيتها وهو شكل من أشكال الفساد السياسي الذي يعتمد على سوء استخدام المال لتحقيق أغراض سياسية من خلال شراء الأصوات أو التغطية الدعائية والإعلامية وهو الأمر الذي يؤدي إلى فرز نواب غير كفؤين وبالطبع ركز الخطباء على الناحية الشرعية لظاهرة المال السياسي التي تندرج تحت خانة الفساد والرشوى المحرمة شرعا لأنها تقوم على المتاجرة بقيام الفرد وإهانة مبادئه وتحويلها إلى سلعة بل إن دائرة الإفتاء اعتبرت أن التصويت في الانتخابات النيابية أمانة ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها ويؤديها بالشكل الصحيح وهو كذلك شهادة سيسأل عنها أمام الله تعالى محذرة من التعامل مع أي مرشح يتبع هذا الأسلوب الرخيص المضر بالمواطن والوطن